تتوالى الأزمات المعيشية تباعاً على حياة المواطنين بمختلف محافظة الجمهورية عموماً ومأرب بشكل خاص إذ يزداد سخط المواطنين في الأسواق التجارية أكبر منذ بداية هذا الأسبوع إذ شهدت مدينة مأرب ارتفاعاً جنونياً في أسعار الدواجن وهو ما دفع المواطنين بما فيهم النازحين إلى العزوف عن شرائها مطالبين الجهات المعنية بوضع قوانين صارمة تضبط جميع التجار المتلاعبين ووضع توازن بين قيمة السلع وقدرة الناس الشرائية اتصل سعر الدجاج الواحدة نحو عشرة ألف ريال والله أصبحت الوضع على الدجاجة قمتها عشرة ألف ريال من سبب الضرائب عند الحوثي وغيرها سعمل الدجاجة بعشرة ألف ريال ويحنش الحل لقد أصبحت سعر عشرة ألف ريال أصبحت هو اللحمة سوا شوفوا الدجاجة سعمل نيئة وهذا اللحمة أرخص منها وهذه ما بلا المرك فقط ما اللحمة ما بش في هذا السوق الشعبي داخل حي الزراعة كان يكتظ يوميا بالمتجولين يبدو اليوم شبه خاوي يقول يوسف صاحب مسلخ الدواجن أنهم متضررين أكثر من المواطنين إذ تأثروا بالأزمات التي فرضتها الميليشيات كذرائب على الدواجن كما يسعى أصحاب المزارع المحلية لرفع القيمة ذاتها مستغلين غياب الرقابة والأزمات الحاصلة فهوايا كاد يخسر زبائنه ومصدر دخله الوحيد فأسعار الدواجن ترتفع يوميا باستمرار والمواطنون يعزفون عن الشراء نشاهد أسعار بيرفع الضرائب للحوتينج وفي هنا مزارع في مارد ارتفع مع الضرائب حق الهم يرفعهم للحوتينج لأننا متضررين لأننا أصحاب الدجاج لأننا نشتري الدجاج بغالية كان الدجاج الأسبوع الماضي الرخيص وحق المدينة برضو رفعوا من مازامة الضرائب حق الحوتينج الآن أصبحت الدنيا غلع الآن كنا نشتري بثلاثة ألف الآن نشتري بستة ألف أصلت لساعة ألف ريال الآن نبيع بساعة ألف ما هو ظلم حرام لأن للمن ترتفع هذا الألبيس بكله للمن لفوق للحوتين هنا شيء هنا بمارد لأنه في مزارع بمارد مليان بيرفعهم مع أسعار حق الحوتينج اختلالات متبينة في قيمة الأسعار من مكان لآخر يضاف لذلك أزمة اقتصادية جديدة تدخل عتبة منازل المواطنين فكل يوم تبتعد أصناف من المواد الغذائية من موائد المواطنين كالدجاج والتون والأجبان وغيرها من المعلبات التي وصلت أسعارها سقف المستحيلات وفاقت قدرات الناس عن الشراء في بلد أنهكه الحرب واقتصاد كاد يخنق أنفاس المواطنين يضيق الانفراج نحو دولة مدنية أمر يضاعف من خلاله معاناة المواطنين من خلال افتعال الميليشيات العديد من الأزمات عبد العالم نحلا لقناة اليمن اليوم مأرب ترجمة نانسي قنقر